ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية عاد للظهور على الساحة مجددا في أعقاب المبادرة التي قدمتها لجنة المتابعة للأحزاب العربية في الداخل المحتلة والاتصالات واللقاءات مع قيادات من حركتي فتح وحماس قمنا بزيارة الرئيس الفلسطيني أبو مازين هناك اتصالات على كل المستويات ومع الجميع من أجل فعلا أن نطوي هذه الصفحة صفحة الانقسام البغيض والعودة إلى الوحدة الوطنية حركة فتح قالت إنها تدعم أي مبادرة من أجل إنهاء الانقسام معتبرة أي تحرك جديد بهذا الأمر خطوة يجب على الجميع دعمها ومساندتها العلاء وعسى أن تنجح مساعيهم أفضل من كل المساعي الرسمية والدولية ومن هنا لأهمية دورهم ولأهمية وجودهم ولأهمية خصوصيتهم عندما يتدخلون في هذا الأمر هذا يعني بدل عن أمق الانتماء والآمال بأن نكون شعب موحد أما حركة حماس فقد قالت إن تحقيق مصالحة ووحدة على أرض الواقع لم يعد بحاجة لمبادرات وأطروحات جديدة وأنه بحاجة إلى إرادة سياسية من جانب السلطة الفلسطينية نأمل أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية من القيادة السياسية لإنهاء حالة الانقسام ونتمنى أن نخرج من الحالة نعيشة كفلسطينيين ويتم إنهاء حالة الانقسام سريعا وسريعا جدا لأنها لا تخدم في محصلاتها الإجمالية إلا الاحتلال الإسرائيلي ويرى متابعون أن التجارب السابقة لتحقيق المصالحة أثبتت أنه لا بد من التوصل لبرنامج سياسي متوافق عليها يمهد لتوحيد المؤسسات في الضفة وغزة وعقد المجلس الوطني التجربة السابقة أثر برهنت بأنه لا بد أن تكون هناك رؤية قائمة على أساس وجود برنامج سياسي متوافق عليه يشكل الأساس أيضا من أجل عقد مجلس وطني وتشكيل حكومة وطنية وإعادة توحيد المؤسسات المدنية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يذكر أن العديد من لقاءات المصالحة بين الحركتين عقدت على مدار سنوات الانقسام منذ اتفاق مكة وإعلان الدوحة واجتماع القاهرة وصولا لاتفاق الشاطئ دون أن تحقق أي تقدم ملموس أيسر البرقوثي تلفزيون وطن